وصفة مخلل المشكل بالخضرة من الخيار من جزر من خس من ملفوف ابيض كمان حطيت عليهم بنادورة خضرة ارنبيت وضفت لهم اللي منقلوا احنا بالبنان المئتة بيسموه لطروح بيسموه القثة حسب وفي ناس بتقلهم كمان الفقوس هيدا كمان ضفتوا معاهم عملت اضافة للتتبيلي للمحلول التخليل عطاهم طعم كتير طيب انا كتير بحب المخللات وما بقطعها من بيتي وكل مرة بعملها تتبيلات مختلفة لنعزز الطعم ونقدمها بطريقة ونكهة جديد وشوفوا ما شاء الله هون لما استووا شوفوا البنادورة الخضرة وهيدا الجزر والملفوف وهيدا الطروح اللي هو الفقوس المئتة القثة حسب شو بتسموه ببلادكن وبتنجان كمان انا حط فيهون وفصول ينسي تذكرون وفلفل اخضر حار وفلفل اخضر الحلو يعني تشكيل كبير من الخضرة جهستن عشان نقدمهم مع وصفاتنا وخاصة بالشتوية مع الاكلات البلدية ما في اطيب منهم اول شي انا جهست الملفوف قطعتوا لقطع كبيرة وما قطعتوا رقيق وبرشي عليهم رشة ملح خشن وبخليهم شوي هيك شي ربع ساعة على جنب خلطتون بس بهيدا الطريقة وما رح اعصرون ابدا بعدين عندي الجزر قطعو زي ما بدكن رشيت عليه ملح خشن وبخليه شي نصها على جنب كمان في عنا اللي هيدا هو المئتة الفقوس لطروح القثة حسب انتو شو بتسموه جهستن ونظفتن وغسلتن ورح قطعون شوفوا كيف بتقطعون هيك زي نص اصبع احسن وعننا الفصولية الخضرة طبعا شلنا الصفر منن ونظفتها وغسلتها وقطعتها بحجم نص الاصبع عندي بنا دورة خضرة حسب قديش سماكتها اقطعتن ارباع بهيدا الطريقة وجهزنا عنا كمان البتنجان اقطعتن دواير زي ما انتو شايفين خلوها بسمك اسمك شوي من ربع الاصبع او بحجم ربع الاصبع وحطيتن على الصنية بعد ما جهزت كل البتنجانات رشيت عليهم رشيت ملح علشان المي المرة تنزل منن او فيك تحطيهم بمي بردة مع عليها ملح وشوية ليمون كمان بتشيل المي المرة منن لخيار جبت صغار وطازة وبيقرشوا مش دابلانين وقطعتن بحجم ربع الاصبع عم جهز هون المحلول يلي بدي حضر فيه الفلفل الاخضر الحار والحلو وهيدي الخطوة اختيارية فيك تلغيها انا هيك بخلل الفلفل لتر مي معلقة اكل ملح خشن معلقة اكل سكر تقريبا ربع كوب خل ابيض ربع كوب زيت زيتون اصباني معلقتين اكل كبار كركم حطيتون على النار ليغلوا وهلا بنزل فيهم الفلفل الاخضر الحار علشان انا بدي اعطيهم لون ويكونوا زي نصف تخليل على فكرة هيدا الفلفل فيك ترجع تخليليون وتعمل نفس الخطوات بس طبعا ما بتحطي سكر يا ملح وخل يا ملح وسكر شوفوا الفلفل غليتون بس دقتين ثلاثة يعني بس هيك تغير لونهم انا بدي هيدا اللون علشان يكونوا بالمحلول التخليل مش لونهم اخضر وكمان بتكون طعمتهم اطيام شلتهم هلا عندي فلفل اخضر حلو حطيتهم هيك حبات صغار بنفس الطريقة علشان نعطيهم هيدا اللون الحلو زي ما انتو شايفين ونكهة طيبة خلص اسفروا عندي شوي دقتين ثلاثة وبشيلهم على طول بصفيهم وحطيناهم بالمصفي بعد ما جهزت الفلفل بالنوعين هلا عم نجهز عنا هون بنعمل شئ هيك صغير بالسكينة بكل حبة هيك بس غزة بسيطة بكل انواع الفلفل ومنحطهم فوق الخضرة زي ما انتو شايفين جهزت كل الفلفل الحار والحلو وحطيتهم مع الملفوف الملفوف انا طبعا غسلته ونشفته كتير كويس زي ما انتو شايفين وضفته على الخضرة البندورة الارنبيت الفصولية الجزر غسلته صفيته من الملح كمان الفقوس اللي هي المئتة لطروح والبتنجانات بنعصرهم من ميتهم او فيك تختصري هاي الخطوة وانك انت تحطيهم بماء وملح خشن وليمون غسلت البتنجان وحطيته حطيت خص كتير بحب مخلل الخص انا الورقات اللي من تحت الجامدين اللي من فوق طرايا انتبهوا بسرعة بدوبوا ضفنا البتنجانات غسلتهم وصفيتهم راحت منهم الماء المرة وهلا عندي هون التتبيل عندي ربطتين كرفس هيدا كرفس مش بق دونس انتبهوا حتى من ريحته راح تعرفوه كرفس طبعا بتكتري بتزودي حسب انت تتبيلتك حطينا الفلفل بعد ما برد على الارنبيت والفليفل الحرة والحلوة والبتنجان والجزر كل الخضرة اللي انت حضرتيها شو بتكنوا تحضروا حضروا والملفوف والارنبيت والفصولي حطيت فلفل احمر حار كميتوا عزاوكن انا حطيتي ثلاث حبات حبي كبيري فلفل احمر حلو نص حبة جزره كمان ضفتة وشي اربع خمس حبات من التوم والتوم على زاوكن حطينا اربع حبات خمس حبات طلعوه وهلا بطحنن وبخليهن على جنب التتبيلي عم جاهز محلول التخليل لتر مي صحة انا باستخدم ميت صحة للتخليل ثلاث معالق طعام ملح خشن مش كتير مليانين زي هيك معالق طعام سكر مليان وعلى النار لا يغلو زي ما انتو شايفين جهزت مطربان التخليل عقمته للازاز كتير كويس وتركت محلول التخليل بعد ما حركته داب الملح والسكر لحتالي يغلو عندي حطيت معالق اتاكل من ابهارات المخلل مش متوفره الغية فيك تحط شوية كزبرة مجروشة شي 8-9 حبات لانو المطربان هيدا كتير كبير شفتوني كترت حمص حب هلا التتبيلي بعد ما طحنته كرفس جزر توم فلفل احمر حار فلفل احمر حلو حطيت معلقتين كبار من التتبيلي بلشت نزل الخضره بالمطربان زي ما انتو شايفين نص المطربان حطيت عليه تتبيلي اخر المطربان على الوش حطيت كمان من التتبيلي اللي عملته ورح ضيفي عليهم كم حبت حمص على الوش معلقة اكل من ابهارات المخلل من مجموعة ابهاراتي وقلت لكن مش متوفره فيك تحطي كم حبت كزبرة حطيت 3 شرائح ليمون مجفف افضل ما تحطوا الليمون الطازة وحطيت فلفل احمر حار ناشف عمدق هون الشبه الشبه كتير مفيدة بكتير اشياء بالمخللات ما بتعمل طبقة بيضة تخلي المخللات تقرش ما بتهلط وما بتخليه عفن وما بتخليه ميت وتعكر محلول التخليل عندي كان عم بيغلي على الوش حطيت ورقتين ليمون ضفته على المطربان هني وعم بيغلوا الميات وما تخافوا ما رح يهلطوا رح يطلعوا معاكن كتير طيبين وغطيتون وسكرتون طبعا تاني يوم بس يبردوا فيك تحطي نايلون ترجع تفتح المطربان تحطي نايلون لانه ما تحطي نايلون والمحلول التخليل سخن بيطعم انتبهي تاني يوم بس بردوا بتحطي نايلون على وش المطربان وبتقلي بيون بترجع بتسكريون وبتخليهن يوم كامل مقلوبين وبترجعي بترجعيون زي ما كانوا عطيهن عشرة ايام طبعا انا ما صبرت عشرة ايام عشرة ايام بيكونوا جاهزين عنكن شوفوا بس قلبتون جربوا هيدة التتبيلة للمخلل وبهرات المخلل عشان حيسألوا عنا شوية كزبرة مجروشة شوية فلفل مجروشة شوية توم بس بس انا حاطتون بالخلطة فيك تحط شوية كزبرة مجروشة بكفة وصارت عنا جاهزة ما شاء الله طعمتون ورحتون وحبت افتح لكم مطربان صغير لتشوفوا انو الماي منا معكرة من الشبه الخضرة منا دايبة منا عامل طبقة بيضة على الوش الخضرة بتقرش كل حبة بحبتها الجزر طلعت الماي منو لما نقعتوا بالملح الخشن وشوفوا حبات الملفوف والليمون المجفف افضل ما تحطي الليمون الطازة ما بيعمل كمان طبقة بيضة وعلينا وعليكم بالعافية حبيبي جربوه كتير طيب